Hello everyone and welcome to on our ECG course In this part we talk about third degree AV block اليوم راح ناخذ third degree AV block أو complete heart block خدنا first degree والsecond degree واليوم ناخذ third degree AV block النسبة للthird degree AV block هو complete AV block حقيقي complete heart block بالمعنى الحرفي بحيث يصير AV block completely بهالمنطقة يمنع اي امبالس ممكن تدخل من الاتريوم للفنتركل بحيث يطلع الامبالس من الاس ايلوند يكهرب الاتريوم وما يقدر يعبر للفنتركل راح يصير فصل ما بين كهرباء الاتريوم وكهرباء الفنتركل استقلي يعني فاهم الاتريوم يتكهرب بالاس ايلوند او تطلع مثلا ايتريال اكتوبك فوكس زين الفنترقل من اللي تهربه قل لك ايضا اكتوبك فوكس escape rhythm مثل ما اخذني هذا السؤال انت اكثر واحد فاهم اجابتك فبالتالي تطلع فوكس من الفنترقل اوكي escape idio ventricular rhythm بهالشكل هذا سوى pacing للفنترقل وتمانتين الاستيبولتي لاحظ هاي الفوكس طلعت من الفنترقل pacing للفنترقل escape idioventricular rhythm لاحظ ydqrs اوكي والt wave discordant يعني بالمحصلة النهائية صار عندي complete av nodal dissociation تذكر بالventricular tachycardia كان عندي av dissociation لكن هناك complete av dissociation قطعت انت بهاي المنطقة فصلت ما بين الاتريوم والفنترقل فبالتالي كهرباء الاتريوم واحد وكهرباء الفنترقل واحد يعني على سبيل المثال واحنا ما عدنا هيت اوكشن اذا اجيت خليت جهاز على الاتريوم راح ينطيك فقط ال p wave وجهاز ثاني على ال ventricle راح ينطيك فقط ال qrs تمام بس احنا ما عدنا جهازين ecg عدي جهاز واحد فبالتالي راح يجمع كهرباء الاتريوم على ال ventricle راح يوقع كهرباء الاتريوم على ال ventricle فال p wave تقع على ال qrs وال iso electrical line فلاحظ انه ال p wave ما الها علاقة بال qrs غير متصلة بال qrs ساعة تكون قبل ال qrs ساعة بال qrs ساعة بال t wave لاحظ هنا مخفية بال t wave زيان ساعة وراء ال t wave p wave على ال iso electrical line في كل مكان تمام تقع بشكل اشواع بشكل hub hazard تمام وضحة الفكرة ليش لان انا عندي complete av nodal dissociation فبالتالي نستنتج نستنتج انه ال p r uniformity variable اصلا انا ما عندي p r واضحة لان انا ال p wave ما ملتزمة مع ال qrs فاكيد تكون variable ال p r length ايضا abnormal ليش لان ال p wave تقع بشكل عشوائي ما عندي p r wave او p r interval واضحة ف all p r not conducted ما تعبر اما بالنسبة لل regularity of qrs فهي regular ليش لان ال ventricle ال ventricle ال qrs تمام focus تطلع من ال ventricle اللي هو escape idio ventricle rhythm وهو focus وحدة تمام فراح ينطيك regular qrs لان هو focus وحدة وضحت الفكرة شباب لا لا سبب انه escape idio ventricle rhythm كهرباء ventricle راح ينطيك regular interval زياد او مثلا مو بال escape idio ventricle rhythm وتكون wide qrs ممكن escape junctional rhythm يعني تطلع الفوكس منا مو من ventricle ايضا escaping لل ventricle و pacing لل ventricle ما كم مشكلة ويكون عدي narrow qrs لكن ايضا عدي av nodal dissociation ال p wave hazardly على ال iso ellectricle line وعلى ال axis وضحت الفكرة شباب فهذا بالنسبة لل complete heart block complete av nodal dissociation يعني هسه تقلي بمعنى اذا patient عدي atrial fibrillation بهال شكل هذا هو irregular irregularity تمام وضحت لكن اذا صار عدي complete heart block third degree av block رح يصير الرhythm ventricular rate regular اوكي ملو لا لان انت فصلت بال complete av block فصلت ال atrium عن ventricle تمام وضحت هنا طلعت من focus من ventricle شغلت ventricle وهي focus تنطي rate بانتظام regular لان هي focus وحدة فالventricular rate شبيه regular اما عدك الفibrillation wave اللي هو بهالشكل هذا تمام هاي جاية من ال atrium زين فبالتالي اذا شفت regular af اذا اعرف اياها complete heart block لان هنا ventricle rate هو منتظم ما لدخل منتظم طالح من ventricle وال atrium فبالتالي انطاك regular ventricle rate بهالشكل هذا فاذا سعلك اش وقت ال af تكون regular من يكون وياها complete heart block هذا يعني السؤال بbonus وضحة الفكرة وتذكر التاب ال af اذا كانت rapid ventricle response ممكن توصل الى ميثين ممكن تصير regular regular شوية لكن هذا regular لان focus طال من ventricle ما لها دخل بال atrium فكرة ليش وضحت الفكرة اجداء اقول فبالتالي الملخص النهائي ل complete heart block صير عدي third degree ايلي block يفصل ما بين ال atrium وال ventricle يعني كهرباء ال atrium وحتها وكهرباء ventricle وحتها شلون اعرف عدي complete av nodal dissociation بحيث ال p wave تلقاه في اماكن مختلفة ممكن احنا ممكن احنا ممكن بال qrs ممكن بعد ال qrs ممكن بال t wave ممكن قبل ال t wave زين complete av dissociation فهذا بالنسبة لل third degree ايلي block فالملخص النهائي لل degree of av block ادنى first degree av block هذا فقط delay يعني انا عدي av nodal delay طبيعي هنا بال first degree زات مثلا صارت ال pr 7 لكن هاي السبعة constant fixed prolongation of pr interval في كل beat اوكي هذا التأخير منتظم زين اوكي هاي فقط يعني third degree av block لا هذا قطع بال av node بحيث سو complete av nodal dissociation الاتريوم يشتغل بكهرباء واحدة ممكن تطلع من ال sa node طبيعة 90 sp wave عادي تمام او مثلا focus من ال atrium او atrial fibrillation او multifocal atrial tachycardia atrial focus اي شي تمام يشغله وايضا كذلك يطلع focus من ال ventricle escape edio ventricular rhythm او escape junctional rhythm فهذا راح يمضي complete av nodal dissociation اوكي او عفوا atrial ventricular dissociation بحيث ال p wave تقع بشكل hub hazardly على ال qrs ساعة ممكن بال qrs تحت ال qrs فوق ال qrs في اي مكان فهاي بالنسبة المل لل third degree av block اوكي اما بالنسبة لل second degree av block عدي two type بالنسبة لtype 1 هو خلل وين بال av note ال av note تعبانة مريضة مجهدة فبالتالي انا هذا الموظف اللي حيشينا عليه يبدو طبيعي بعتها يتأخر يتأخر until يغيب عن الدوام drop qrs النوب يرجع طبيعي يتأخر يتأخر until drop qrs اوكي اوكي يرجع طبيعي طبيعي يتأخر يتأخر drop qrs فبالتالي صار عندي fix it العفو progressive progressive prolongation of pr interval فالpr interval uniformity صار virable والpr length الطول معلتها ايضا abnormal اما بالنسبة للqrs regularity فتكون irregular لان انا عندي شنو عندي drop qrs وضحة الفكرة هذا type 1 second degree اي بلوك اما type 2 فهو الخلل بالbundle of his يعني الav node سليمة ما اكو اي مشاكل ما بها اي مشاكل فبالتالي هذا الموظف عادي يجي للدوام يجي للدوام طبيعي طبيعي لكن ثالث يوم يغيب طبيعي طبيعي ثالث يوم يغيب طبيعي طبيعي ثالث يوم فبالتالي الav node هنا سليمة فالpr سليمة الpr interval uniform form اوكي والطول مالتها طبيعي لكن المشكلة عندي شنو بالdrop of qrs وضحت الفكرة شباب اما بالنسبة للqrs فهي تكون ايضا irregular فهذا الفرق ما بين type one والtype two والtype one اللي ينصيح لوينك باخ او مثلا نقول موبي type one او موبي type two او هذا type one ينصيح لوينك باخ عادي يعني ينصيح لوينك باخ زين فهذا الفرق ما بين three types of av block خلي نشوف هاي الامثلة ومثل ما ذكرنا بالبداية اول شي نحل في ورقة l-e-c-g وندور عليه هو l-a-v block بكل درجات او لان ال-scheme ما شهيش ال-approach ما شهيش لان اذا انت عندك av block لازم تعلق على ال-atrium وال-ventricular rhythm فبالتالي ضروري انه تشوف l-a-v block بالبداية على مود ما يخربط عليك التشخيصات اللي بعده فهذا ال-approach مدروس جدا جدا المهم عندنا الفرز دقري av block هو شنو فقط av nodal delay زات يعني كل ال-p-wave conducted كل ال-p-wave conducted فقط ال-pr interval زايدة fixed prolongation يعني مثلا تكون هاي تقريبا تقريبا هسه اذا حسبنا ممكن تطلع 6 فهنا ايضا 6 6 6 كل ال-beat 6 فبالتال ال-pr interval uniform اوكي بس ال-pr length شبي اكثر من الطبيعي ال-qrs regular مثل ما دا نشوف وكل ال-p-wave conducted كلهم يعدل لكن عندي فقط delay هذا بالنسبة المن بالنسبة لل second degree عدنا موب وموب 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 ال-type ال-p-wave طبيعي هنا صارت اطول اكثر هنا اطول واطول اوكي هنا شنوه غاب الموظف هنا هنا non-conducted p-wave يعني هنا p-wave بدون qrs p-wave بدون qrs بهي الشكل هذا فبالتالي prolongation تمام progressive prolongation of pr interval until non-conducted p-wave وبعدها من يصير non-conducted of p-wave رح يرجع طبيعي ال-pr interval ترجع طبيعي يعني تقريبا 5 مل فهذا بالنسبة المل للموب ستايب 1 pr interval variable pr length abnormal و qrs regularity regular وضحت قدامك هنا زين second degree mops type 2 اللي هو الموظف اللي فقط يغيب موظف اللي يغيب يعني هسا هنا حضور حضور بدون تأخير حضور pr interval normal تقريبا 2 ملي اذا قسناها بعدها non conducted نو برجع طبيعي حضور حضور وبعتها شنو p wave non conducted فبالتالي non conducted p wave without prolongation of pr interval ف pr interval زين without prolongation زين بالنسبة third degree ap block لا هذا يعني الاتريم وبوادي اوكي والفنترقل وبوادي اخر يعني لاحظ هسا هاي شنو r interval مو لا لا هيعدك p wave ورا t wave اهنان هاي p wave وراها qrs لاحظ اكو p wave داخل qrs انو p wave اجت ورا t wave وبه الشكل هذا p wave وكأنما توقع بشكل اشوائي على هذا اللاين يعني هنا p wave p wave p wave p wave اوكي فممكن تقع بالqrs بالt wave بالايزو الايزو 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 اللاحظ الqrs شبيه ريجلر ليش لان الفنترقل الرذم شبيه مونوفوكل طالع امنيا من فوكس من الفنترقل باسكيب ايديو ventricular رذم او مثلا تكون نارو كومبلكس اذا كان escape junctional رذم زين ف complete av nodal dissociation الpr طبعا فيروبل اصلا ما عندي pr لاحظ هالسل بس هاي p wave هاي ممكن تقول عليها pr بس هاي ممكن تقول عليها pr pr interval لا لان مو مكانها الp wave مو مكانها فهاي بالنسبة المال third degree av block ضروري في اي ورقة ecg نمشي على approach بالبداية تحل av block بعدها ندور على الارثمية وبعدها نشوف على حسب ال approach لان av block ضروري تشوفه بالبداية وان لا يخربط عليك التشخيص فاول شي نبحث عن av block بلا